هو مش رقم عشرة ده لسه محدش خده. انا شايف نديل مارتن بريثويت. اي سلامة يا جماعة عاملين ايه معك وقدم جمعة والنهار ده معانها اول حلقة في موسم برشلونا. واللي ابتدى بفوز الليجة اربعة اتنين على ريالس وصداد في مباراة وطرتنا شوية في الاخر ولكن الحمدلله عرفنا نكسب ويعني انا مبسوط انا سحيط انا بقال كتير مش لابس التشيرت دي ومبتسم دي حاجة بقت من نوادر دلوقتي احنا بقلنا فترة بيتنكد علينا ومشاعرنا بتيجي يمين وياخدوها شمال وقدها فوق يرموها ويدفنوها وحاجات والناس بترازي فينا والناس بتغزنا وهتبقوا زي ميلان ما انا بحب ميلان ما حدش بتفرج بيكون بشجع ميلان ويزعل مني انا بحب ميلان جدا بس هما يعني انت فاهمين قصد ايه فا يعني انا اليومين الفترة اللي فاتي اللي واحد ساكت كلمش كلمش سيرة نسي خلاص من ساعت ما يعني اخر تويتة عملتها عليه يوم ما وصل باريس كلمش هس هس خالص كلمش في ايه حاجة اللي واحد ساكت نستني في شغل شغال ورا وسط العكة ده كله في مدرب في لعيبة في ناس جديدة عايزة تلعب في ناس جديدة عايزة تثبت نفسها سوري ناس قديمة كمان عايزة تثبت نفسها فانت حندك حاجة كتيرة شغالة في الخلفية والنهار ده كان اول يوم نقدر نشوف كل الكلام ده والحمد الله يعني انبسطنا بنسبة كبيرة النهار ده فانا سعيد بالنتيجة سعيد سعيد بالاداء فتعالوا نتكلم في مباراة برشولنا والرئيس والسداد اللي انتهت بفوز برشولنا اربعة اتنين بس قبل المنتين الحلقة يا ريتنين زلنامي لايك مش عمليين سبسكرايب يا ريتنين زلنامي سبسكرايب بتفرق قوي مع القناة ويلا بينا مبدأين كده خلينا نخش على التشكيلة وكان النهار ده بنلعب خطة اربعة تلاتة تلاتة كلاسيكية ودي بقى انا كتير ما شفناش كومن او برشولنا اصلا بتلعب بيها فكان في حراس المرمانيتو باك يمين كان ديست باك شمال كان جوردي قلبا اللي هو بالدفاع كان بيكي واريك جارسيا خط النص في النص بالضبط بوسكيتس وعاليمين ديونج وعالشمال بيدري اللي معرفش ازاي يعني بعد كل ما تخطي كلها لعب عندك عالشمال او بلاش هنقول شمال يمين في النص لانه كان فيه اوفرلابين كتير في النص في نص الماتش كان عندك جريزمان اللي حادل ما ما ناحية اليمين بريثوود دوبي بيبدله من الشمال والنص فدي كانت التشكيلة تشكيل السوسيدات برضو مش هنتكلم فيها قوي خلينا ركز على برشلونة اكتر مبدأين التشكيلة دي سمحت لكام لعيب ان هو يتحرر شوية خليتنا نشوف لعيبه في ادوار مختلفة زي مثلا هنبتدي بديونج كان بيبتدي ناحية اليمين مش في النص وده كان فيل بيردي يعني الله يمسي بالخير كان بيلعب به شوية في الناحية دي كان ساعتها بيلعب بوكس بوكس رايح جاي لكن بوسكيتس ما كانش في الفورما اللي فيها دلوقتي لكن بوسكيتس دلوقتي في فورما كويسة عارف يشيل حتة خط النص في المركز والمعتاد فإدى الحرية لديونج انه يروح ويرجع وهو كان السبب كمان في الجولة التانية ما عارج جسرين هنتكلم عنه حالا فعندك بوسكيتس في المركز ده كان كويس قوي ديونج ادى له الحرية في الحركة كان رايح وجاي ناحية اليمين كنا نشوفه بيدافع ونشوفه بيهاجم نشوفه حولينه منطقة الجزاء كانوا اخد حريته ودي الخطة كانت محرارة ودي كنا شوفنا نسخة كويسة قوي من ديونج النهاردة وكنت مبسوط جدا بأداولها بحلوة قوي بيدري كان عالشمال ها ما كانش احسن حاجة قوي لسه يعني المفروض يبقى حد تاني بيلعب مكانه افتكرتنا ممكن مسلا ريكي بوك يلعب بس يمكن عشان ماتش تقيل فقالك يلعب بيدري احسن فده يعني بالنسبة لخط النص انا ما كانش عندي مشكلة معاه قوي لحد ما حصلت غيرتي لانتكلم عنها في الاخر اما برضو اللعيبة اللي كنت اكتر لعيبة كنت مستنيه فعلا في الماتش ده هو جريزمان جريزمان من ساحة ما جيه محدش شاف منه حاجة قوي محدش شاف منه مستوى فرنسا محدش شاف منه حاجة اللي متوقعينها منه فانا بصراحة بعد ما مسي مشي قلت فرستك يا جريزمان ان انت هتتعلق براحتك بقى يا باشا اتحرك مين اتحرك شمال اتحرك في النص يبع عندك حرية اكتر لان هو من العيبة الورك ريت بتاعها علي وبتحرك كتير في كزا حتة في الملعب وبنشوف ده دايما مع فرنسا وفعلا النهاردة كان بتحرك كتير دفعين وهجومينها ودفعين الصراحة بيدي ساپورت كويس جدا وبيساعد الفريق وكومن بيحب الحاجة دي فيه وتلعى لها في المؤتمر الصحفي الاخير وكان في ناحية المين معظم الوقت كان بسبب خطورة كان شاط شوط حليه قوي في المطش كانت خلاص يعني كدتخش من الجوال المعتادة عمل حاجات كتير صراحة انا ما دهيتش منه يعني عادة لما بفرج على جريزمان اصلا بقاش طيقه ما بقاش طيق اداءه ما بقاش طيق الحاجات اللي بيضيحها اللي كان ميسي بيدهاله اللي كان سوارس بيدهاله مكان لسه موجود فعندنا النهاردة شوفنا الجريزمان ما كانش في المستوى الوحش وكان طبعا ممكن يسجل هدف ولكن اعتقد ان اهدافه هتيجي على طول مش هيتأخر فيها وهيطور فيها وهيقعوض كتير ما يجيبش جوال اما بالنسبة لتباي ده كان اول مطش رسمي ليه كان عمل بري سيزن كويس اوي مع مرشوله انه سجل اكتر من جولين دقريبا وعمل مطشات حلوة وخلى الواحد يتحمس ليه مع انه ما كنتش مقتنع اوي بالصفقة ولسه عندي شكوك بالنسبة له ولكن كان النهاردة اداء كويس جدا اول مطش كان حاسيت انه هو غريب شوية كان بحاول يرقص يحاول لبس كباري حاسيت له لا دباي بص مش دلوقتي مش من اولها كده فكان بعديها احسن شوية ابتدى هو وبريثويت كانوا دايما بشوفهم يبدله مع الشمال في الاول كان هو متركز اوي على الشمال وبريثويت في النص ولكن في النص ابتدى يبدله هو يجي في النص وبريثويت شمال واللي ده السبب في الجول التاني بدايته كان مش احسن حاجة بالنسبة لي ولكن على طول مفيش من اول عشر دقايق ابتدى يتحسن وبتدى يحط اداء كويس لحد منخرج في اخر دقيقتين الصراحة دي باي لاب مطش حلو اوي النهاردة الاسيست اللي عملها الفاول الرفاحة حقيقي حقيقي الفاول مرفوعه حلو اوي الجول كله في الرفعة وفي قدقية هي قوية وعالية ومزبوطة على رأس بي كي الصراحة الصراحة مبسطة اوي كان حاجة كده هو اللي جاب الجول هو اللي لسه مخفض الراتب وهو اللي لسه مضحي عشان اللعيبة تتسجل ده يعني الكلام اللي بيتقلنا بقيت اشك في كل حاجة بتتقل في الصحافة يعني بس هو ده اللي احنا نعرفه دي باي اللي تسجل بسبب بي كي هو اللي عمل اسيست البي كي اللي جاب الجول ومسك الشعار كده وانا الصراحة مبسطة اوي في اللحظة دي وده يستوقفني لحاجة للي امتبعني من فترة يعني عارفين انا بي كي من اكتر العيبة اللي برشلونة اللي بنتقدها وعندي مشكلة معاها في اداءها بي كي يا جماعة لحد من كم سنة كان من احسن مدافعين العالم كان بيعمل مطشاط خروفية خصوصا ما كان لسه بويول موجود معاه ولكن بعد ما بويول مشي ومسكرانه كمان مشي بترنا مستويه وقع جدا بترنا نشوف منه اخطاء سازجة كتير جدا كلفنا جوال في مطشاط كبيرة جدا بيعمل حاجات غير مفهومة الموسم اللي فات مكانش كارسي عكس الموسم اللي قابليها ولكن برضو بي كي ما قده مش كتير في الكورة بي كي مخلص من زمان حتى لو لقى مطشاط النهاردة كويس او مطشاط اللي كمان جاي كويس ده ما يضمنش ان بي كي هو اللي مفهود لعب اساسي انا حابب اشوف اراخه حابب اشوف جرسيه اكتر انا شايف اللعيبة دي هيا المسابقة ولكن بي كي لازم نشيد باداءه النهاردة كان كويس جدا مغلطش حتى في الاهداف جول كان في وقت مهم وفي لحظة مهمة وهو يدي دفع معنوية الحركة اللي عملها تفرق او مع لعيبة وجول جي في وقته الصراحة فانا سعيد باداء بي كي سعيد باداء الفريق كله النهاردة وصراحة يعني قديني بقول الحق قديني بقول الحق بي كي انتقدته كتير ولكن لما يلعب كويس او هو واي لعيب من برشونا يلعب وحش وبيانتقده لما يلعب كويس هنشيد باداءه وهنحترمه وهنسقفه وكل الكلام ده ولكن انا بالنسبة لي يتمشكلتي دايما مع لعيبة برشونا هي حيثة الرجولة والنهاردة شفنا ارجع الواحد في الملعب اللي هو مارتن بريث ويت بريث ويت بالصراحة فاجئني انا عارف ان الناس كتيرة بتتريع عليه وتقولك ده اسطورة وظاهرة وكلام ده كله ولكن خلينا نتكلم جد شوية بالنسبة لبريث ويت بريث ويت الصراحة 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 راجل الراجل امكانياته محدودة احنا عارفين ان امكانياته محدودة المدرب عارف ان امكانياته محدودة هو شخصيا عارف ان امكانياته محدودة ولكن هو بيماوت نفسه واحنا ما نقدرش نزعل او ننتقد قوي لعيب واحد بيدي الماء في الماء بتاعه في الملعب وده اخره ما نقدرش نقول له حاجة طبعا في الموسم اللي جي في نص الموسم اللي جي فيه في الاول طبعا ما نقدرش نتوقع منه حاجة ومقف وما كانش شفناش منه حاجة صراحة مقنعة السنة اللي فاتت كان ملقطة في منشطة الشامبينز ليج بس كده في الاول ولكن النهاردة الراجل مموت نفسه ده مركوزه في الجول التاني كان هايل جدا الكاتباك من ورا انه هو يشوفه كرة وهي جاية وما فيش حد في الدفاع جاي من ورا دي مش مش تابئن او كرة سهلة لا ده زكاء منه انه هو ييجي يعمل الرن دي ويخش في المنطقة الجزاء في الوقت اللي دخل فيه وجاب في الجول الصراحة انا عجبني الجول عجبني تحركه تحيته جدا الصراحة ايوانا بفرج عاد سقف راجل راجل يالا راجل يالا ايه الحلاوة دي انا حسيت منه بحيطة الرجولة دي ودي تبسطني ودي شوفنا بقيت المطش كله لحد الاسيست بتاعت الجول التاني التالت اسف اسف الجول الرابع الجارية من على اليمين وهو جريزمان الصراحة الراجل بموت نفسه ما نقدرش انا مش اقدر تريع عليه ولا اقول عليه زاهرة ولا اقول عليه الاسطورة ولا الكلام الساعات بيبقى بزيادة الصراحة بس انا شخصيا قلته قبل كده مش بقوله نوعيب نقوله او حاجة لا انا عارف ان هو الناس بتقوله ليه لكن الصراحة الراجل لازم نشيط بأداءه بموت نفسه فتحية كبيرة كبيرة قوي لبريتور في أداءه النهاردة نسبالي خط الهجوم كان مكنع الى حد بما النهاردة رغم ده ماتش ما كانش سهل تماما فانا هتوقع لسه لسه مش هنحكم على اي حد ولا هنقول احنا كويسين او وحشين لسه قدامنا كتير لكن اختبار سوصيداد فأول ماتش ده مش اختبار سهل واحنا عدنا به وانا سعيد بالأداء الهجومي العيد تاني عاز اتكلم عنه النهاردة هو ايريك جارسية احنا طبعا من السنة اللي فاتت واتكلمنا في المنطقة في حلقة الحصاد عندنا مشكلة كبيرة وفي حلقة تانية كتير الصراحة ان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في الدفاع و ايريك جارسية ابن اللمسية حلوة كان النهاردة برضو علعين عليه بسبب انه ده مركز مهم وصراحة ايريك جارسية كان كويس خصوصا في الجول التاني اللي جي في دي 45 عادة احنا في الماتشاط بعد يعني عادة مثلا نص الساعة 35 دي منتفيني نريح وممكن يخش فينا جول قبل الشرط الاول لا احنا في اخر دقيقة في الشوت الاول كنا منضغط ايريك جارسية ضغط حلوة اوي اوي اعتري ما كان على يانوزاي ديونج جي قطف الكورة بسبب ضغط جارسية وجري ورفاحها ودخل منها الجول التاني ما كانش ليه غلطات يعتبر الاول النهاردة كان بيوزع الكورة كويس كان بيقفها الكورة كويس كان بيتمركز كويس حتى لما طلع دخل الجوال فانا الصراحة مبسوط بالجارسية متفائل به وعايز اشوف منه اكتر عشان صراحة احنا عندنا مشكلة كبيرة في الدفاع اما بالنسبة الجولين اللي دخلوا فينا انا مش يعني انا عارف لحنا ده مشكلة كبيرة في الدفاع زي ما كنت بقول بس انا مش عايز اقول لا احنا عندنا لا ده صغرة كبيرة لا ده كو ما نواحدش في الدفاع لا الجول الاول يعني لحد ما ممكن نقول صراحان شوية جي من ناحية امرسون بس مش قادر اللوم قوي يعني مش 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 حافش لوم قوي على العيب معين بالنسبة الجول الاول اما الجول التاني برضو الفاول هي كانت غريبة شوية انها انظار ممكن ها حاكم حسابة فاول حاكم لا نقوش هال الكورة الاول قبل ما يشيل رجله الفاول كانت حلو الصراحة دي ما فيهاش تحكم اوي ما فيهاش غلط اوي من الدفاع والفاول من مكان صعب ومبعيد ما حدش اساسا كانت توقع انها تخش الصراحة جول حلو من قريز بال ف خمس دقائية وعدها خمس دقائية وقت بدل ضايع ولكن روبرتو سجل جول الرابع وبالنسبة روبرتو انا يعني انا بحبش روبرتو خالص مش مقتنع به من زمان ما جالوش غير موسم حلو قوي اللي هو كان امت تريبا قبل موسم المنتدى كان لحب حلو قوي غير كده انا مش مقتنع به مش شايف ان هو ليه مكان قوي في برشون اتمنى انه كان يمشي والله لو كو من عنده وحل ليه ان هو يلعب في مركز خط النص لان خلاص بك اليمين اتقفل عندك دستو اميرسون اللي اتنين هما مسكين الناحية دي لو هيلعب كويس في خط النص خلينا نشوف من ده بالنسبة لي اكنه مكان جديد ليه بحنستنى الحكم عليها لكن انا لحد الوقت روبرتو انا مش شري مش بلعه مش بحبه ضايع علينا حاجات كتيره اول موسم اللي فات والموسم اللي قابله فخلينا نشوف هيعمل ليه موشط الجاية بس مفيش حاجة تانية تتقال الصراحة انا ماتش قلبة بس كان ضايع كده كورة انفراضة انا حاسستك اتقف صايد من الاول ولكن يعني اتمنى قلبة محيض هيعاش دي في ماتشه مهم او في قول محتاجينه ولكن قلبة ما كانش السيء هو كده كده دفاعيا ضعيف ولكن خلاص ده لازم نتعاود على كده لازم يعني خطط كومن بعد كده تبقى عامل حسابها ان قلبة بيسيب وراه فراغات وانا لازم يبقى حدي بيساعده في الريكوفري او بيساعده في الدعم الدفاعي ولكن بس يعني اول ماتش بدون ميسي مش عايز اتكلم عن ميسي كتير الصراحة خلاص انا بحاول بحاول ادعامل معنا صفحة وتقفل تكلم موضوع يعني صعب شوية وتقيل علينا كمشاجعين بورشلونا ان احنا ميسي ميسي في مطش يوفينتوس الويد دي ميسي 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 مفي ديارة عشرة اعتقد دي هتكمل شوية فبس هنشوف بورشلونا هتعمل ليه ماتشاطة الجاية بدون ميسي واتمنى بعد كده يعني على قد ما جملة اللي هقولها دي قاسية بس اتمنى بعد كده نبطل نقول بورشلونا بدون ميسي بورشلونا بدون ميسي ان البرشلونا بس وهو ده خلاص الجديد وهو ده الواقع اللي قدامنا واعتقد مع الوقت واللي هو مش هيبقى كتير هنبتني نتعاوض على الموضوع ده على قد ما هو محزن على قد ما هو ده الواقع ولازم نتقبله من الاخر ميسي موفد اون واحنا كمان لازم نموف اون والدنيا هتعيش وبس انا سعيد بالاداء سعيد بالنتيجة اما حاجة لو وصلت الحلقة دي في الحلقة يريد تنزل تعمل لايك مش عامل سبسكرايب يريد تنزل تعمل سبسكرايب كم معاك وقدهم جمعة او ما تستطيعوش تقوللي في الكومنت هات عايزين تحبوا تشوفوا حلقة برشولونة اكتر ولا تبقى في المنشاطة المهمة بس ولا عايزين تشوفوها ازاي حاب بس مع رؤيكو في الكومنت كم معاك وقدهم جمعة شوفوكو في حلقة تاني قريب سلام